أهلا بكم في درس جديد من قناة تعلمي الإنجليزية مع أميرة في درسنا النهاردة هقدم لكم مجموعة من العبارات اللي بنستخدمها أثناء زيارة المريض في اللغة الإنجليزية تعالوا نبدأ الدرس ترجمة نانسي قنقر هل ستذهب معي إلى مدينة الملاهي؟ ترجمة نانسي قنقر لا للأسف لدي دوار الحركة ولا أستطيع تحمل الذهاب إلى هناك لم أكن أعلم أن زوجها كان مريض بشدة لم يستطع الوزير حضور الاجتماع بسبب واعقة صحية ترجمة نانسي قنقر كم مريض قامت هذه المشفى بعلاجهم؟ يجب أن تكون صبورا لتواجه عقبات الحياة هل أحضر لك أي شيء؟ هل يمكنني القيام بأي شيء للمساعدة؟ هل تشعر بالراحة؟ أتمنى لك الشفاء القريب أعلم أنك قادرة على التغلب على المرض؟ أنا معجب حقا بطريقة تعاملك مع الأمر أعلم أن ذلك صعب لا أعرف ما أقول لكنه مني أمرك صديقي العزيز أتمنى لك شفاء عاجلا نتمنى أن تتحسن بسرعة لأننا نفتقدك كثيرا تحسن سريعا عد إلينا أتمنى لك شفاء عودة لك شفاء عدد لك شفاء عدد أتمنى لك الأفضل في فتر التعافيك أتمنى أن يكون وقت الراحة مناسبا لتشحل طاقتك من جديد تنصف جود ويشهر لك فتر التعافيك تنصف جود ويشهر لك فتر التعافيك تنصف جود ويشهر لك فتر التعافيك أطنان من الأمنيات الطيبة بشفاء العجل وبكده يكون درس النهار دا انتهت وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله تنصف جود ويشهر لك فتر التعافيك